على وقع الانتقادات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي لأداء بعض المحسوبين على التيار الصدري داخل الحكومة أعلن زعيم التيار مقتدى الصدر في خطاب مفاجئ عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة والنأي بنفسه عن أي شخصية تدعي الانتماء لتياره سواء في الحكومة الحالية أو في التي ستأتي بعدها أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع أما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب أكرر والكل تحت طائلة الحساب متابعون يرون في خطوة الصدر محاولة لتخفيف الضغط عن تياره وأن أعلان الانسحاب عن الانتخابات لا يتم عبر وسائل الإعلام بل عبر تقديم طلب رسمي إلى مفوضية الانتخابات ليكتسب الصبغة القانونية أعتقد من ناحية القانونية أن مفوضية الانتخابات قد أغلقت قضية الانسحاب من المشاركة قضية السيد الصدر هو أعتقد أنه يعني بشكل شخصي عملية الانسحاب وعدم دعمه لقضية أي مرشح أو حتى حزب بالتالي ربما تكون هذه العملية أو هذا القرار يصب في نفق التكتيك السياسي خلال هذه المرحلة من الناحية العملية لن يؤثر إعلان الصدر عدم مشاركته في الانتخابات على الكتلة الصدرية كون مرشحها لم يتقدموا للانتخابات المقبلة بقائمة موحدة كما كان عليه الأمر في انتخابات عام 2018 ليست المرة الأولى التي يعلن فيها زعيم التيار الصدري عدم مشاركته في الانتخابات العامة لكن إعلانه عدم المشاركة قبل شهرين من موعد الانتخابات المقرر يضع العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية إجرائها في موعدها حيدر لاسا ديسكي نيوز عربية بغداد شكرا لمتابعتكم اشتركوا الآن في قناتنا على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر